السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد معكم بخوف ساغا ديروا ابوني وجيم باش يبقى يطلع لكم الجديد اليوم اجبت لكم واحد الخبر عاجل كيهم جميع المغاربة الكبار منهم والصغار هاد الخبر هو ان المغرب قرر اعتماد جواز تلقيح ضد فيروس كورونا كواتيقة رسمية للتنقل والدخول الى الاماكن العامة وهذا القرارة ستتطبق ابتداء من الخاميس 21 اكتوبر 2021 البيان اللي خرجي للحكومة قال انه نظرا لتطورات ايجابية اللي عرفتها الحملة الوطنية تلقيح وبعد الحملة الوطنية تلقيح اهبطات الاسابات في كورونا في الحكومة قررت انه ابتداء من 21 اكتوبر اعتماد احترازية جديدة وهي اجبارية جواز تلقيح واضاف البيان ايضا ان هالتدابير كتسمح تشمل سماحي الاشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية داخل وخارج المغرب يمكن استخدام جواز لدخول موظفين الى الادارات العمومية والشهب العمومية مؤسسات الفندقية السياحية المطاعم المقاهي المحلات التجارية وقاعات الرياضة ودعت الحكومة الاشخاص الحاصلين على التطعيمات اللي دايجة حصلوا على التطعيم الول والتاني يمشي ويدروا تلقيح ثالث بعد ستة اشهر وهذا التطعيم كيستهدف 80% من السكان وجرحت الان 23% بالجرعة الاولى و21 مليون بالجرعة التانية جواز تلقيح اصبح اجباري واصبح الامر رسميا لاحرية دون جواز تلقيح بعد هاد القرار اللي خرج دابا يعني اي انشيطة اي حب لازة بوتي تدخل لها اي مكان بويت تمشي ليه خاصك ضرور يكون عندك جواز التلقيح لان اذا المغاربة ولو امام خيار واحد هو انهم يمشي ويدروا تلقيح الناس اللي ما زال ما داروش الول والتاني خاصهم يمشي ويصارعوا يديروه الناس اللي داروه ديجا خاصهم يمشي ويزيدوا تالت بعد ستة اشهر اول لا علاش خاصهم يديروه لان المغرب كيدعو كيلحو كيدعو على اجبارية تلقيح على اجبارية اضافة الجرعة التالتة لانه جواز تلقيح اللي عندو ديجا غيو اللي لا غي يعني بحل ما كينش الى داست ست شهر بعد الجرعة التانية يعني ما راجلوا على اجرعة التانية بست اشهر ما يبقاش تحسب هداك جواز تلقيح وغتولي تخلص غرامات مادية ووقفوا كل بوليس وما تقدرش تتنقل